اهلا بكم طلابي طلاب ريب 1 في درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعضنا لسون 5 في يونت 1 اللي بعنوان applications on rational numbers الدرس بتاعنا يعتبر درس سهل جدا الدرس كله عبارة عن قانون القانون ده احنا هنعوض فيه و هنجيب المطلوب يلا مع بعضنا ابدأ الدرس عايزين نفتكر مع بعضنا ازاي كنا بنجيب distance between two numbers لو عندي مثلا number اسمه x و number اسمه y ازاي كنت بجيب distance ناخد بالنا الدستانس دي positive value يعني ما ينفعش يكون عند الدستانس بالنجاتف وبالتالي كنا لازم نستعمل absolute value لعملية subtraction علشان دايما تطلع لي كلمة positive يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي rational number موجود عند point 2 وعندي rational number موجود عند point 5 عايزين نعرف الدستانس او المسافة ما بين the two rational numbers دولي اجيبها ازاي ممكن نعدهم نقول ادي كده one two three وممكن اعمل عملية subtraction اقول ده minus ده اقول كده five minus two تديني كم تديني three طيب هل ممكن نقول two minus five لو قلنا كده two minus five هتديني كم هتديني negative three طيب احنا ما عندناش distance بالنجاتف الدستانس لازم تكون positive طيب نعمل ايه في الحالة دي ناخد لها absolute فبنقول ال absolute value لل two minus five اللي هي هتديني ال absolute value للنجاتف سري اللي هي كم سري لانس يونتس نطلع من هنا بايه ان ال distance عبارة عن ال absolute value لل difference ما بين التو نمبرز دول يعني لو عايزين نجيب الدستانس ما بين ال point اللي هي negative two وال point اللي عندها الراشنال نمبر سري اقول ايه نعود نفسينا ان احنا لو بدأنا بالنمبر الكبير minus الصغير مش هنحتاج نحط ال absolute امتى بنحتاج ناخد absolute value لما بنبدأ الاول بالنمبر الصغير يعني مثلا هنا لو قلت سري اللي هي ديت minus negative two هتديني ايه minus negative نحولها ال positive تبقى سري plus ال two تديني كم تديني five محتاجناش ناخد absolute value ولكن لو بدأنا بالنمبر الصغير وقلنا كده negative two minus three ده هيديني كم negative five لا لازم ناخد له absolute علشان يديني positive five اللي هتعبر عن الدستانس ما بين الدستانس ما بين التو نمبر زي دول يبقى لو طلب مني الدستانس الافضل ان انا اقول الكبير minus الصغير يعني مثلا هنا الدستانس ما بين negative one وال negative five هقول ايه هنقول انها تساوي negative one minus negative five اللي هي negative one plus five اللي هي هتديني الفور طيب هل الدرس بتاعنا كله بيتكلم ان انا اجيب الدستانس ما بين two numbers لا الدرس بتاعنا هيطلب مني احدد number على مسافة معينة من two numbers زي ايه زي المثال ده اللي هو example one عندي number three وعندي number seven مش هيطلب مني المسافة ما بينهم هيطلب مني rational number lying at the middle of the way between three and seven عايز احدد الراشنال number اللي موجود فين في نص المسافة ما بين two rational numbers زي دول طيب نحل المسألة دي ازاي هنقول كده ان النمبر اللي موجود في نص المسافة هي equals اللي smaller اللي هو السري plus نص الدستانس ده كلام منطقي جدا انها لو عند الدستانس كلها لو جينا عنده نصها يبقى اكيد هيكون هو ده النمبر بتاعي طب قيمته هتكون كام هتكون النمبر الصغير plus الجزء ده او ممكن نجيبه عن طريق منطقي جدا منطقي جدا منطقي جدا منطقي جدا نروح عند 7 ونترح بينها نص نص المسافة وطبعا هيكون عندي راشنال نمبر واحد بس هو اللي موجود في نص المسافة ما بين اي راشنال نمبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل السادة المتابعين الافاضل احب اعرف حضراتكم ان القناة متوفر عليها دلوقت من افضل الاساس المتخصصين في مادة الساينس وزي ما احنا متعودين هنوفر شرح كامل ووافي لكل اجزاء منهج الساينس وحنوفر كمان ملخصات شاملة للمنهج وهيكون معاها مجموعة من الشتات وبرضه هنحل اسئلك كتاب الاساس علشان توصلوا للفيديوهات هتلاقوا بلاي لست او قيمة تشغيل الفيديوهات عنوانها ستلاقى كل الفيديوهات موجودة فيها ان شاء الله يبقى لما نحل هذا المثال نقول كده the rational number at the middle of the distance between between three and seven is is ايه بقى هنقول كده هي ايقوالز معانا مين الصغير السري هيبقى three plus نص distance half distance اللي هو half distance عبارة عن ايه العملية ما بين الكبير والصغير اللي هي كده seven minus السري وطالما بدأنا بالكبير minus الصغير مش شرط حط absolute value ده لو هيكوالز معانا هيبقى three plus one half seven minus three تديني four يبقى one half times four ده ديني one ده ديني two اللي هي three plus two تديني كام تديني five زي ما انتو شايفين الدرس بتاعنا سهل جداً 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 عبارة عن قنون واحد ونعوض فيه طيب يلا نشوف اجزامبل two بيولي find a rational number in halfway between two faces and three over seven هنقول ايه هنقول the number is ونحل على طول the number equal ياما نقول الصغير plus half distance ياما نقول الكبير minus half distance طيب في الاول لازم نحدد مين فيهم الصغير ومن فيهم الكبير يبقى نجيب لهم common denominator عشان نعرف نحدد مين فيهم الصغير ومن فيهم الكبير ممكن حد يقول لي يا مستر على طوق انا هستعمل بترفلاي هنا اقول له ممكن لان احنا هنا مش مهتمين بالطريقة انا عايز اعرف مين هو الصغير او الكبير بسرعة فممكن اقول كده three times five تديني fifteen وهنا two times seven تديني fourteen يبقى ده الايه ده الصغير الطريقة دي بالضبط اكني جاب common denominator عملية الملتبليكيشن ما بين two a two numbers five thirty five وهنا هيبقى thirty five ونقول كده thirty five divided five تديني seven times two تديني fourteen وهنا thirty five divided seven تديني five تديني كم تديني fifteen يبقى طريقة الباترفلاي هي هي بالضبط اكني جابت ال common denominator اللي هو النمبر اللي بيجي من الملتبليكيشن ما بين الدينومياترز وبعضها كده احنا حدتنا الصغير يبقى نقول كده fourteen over thirty five كلام ده بلص half distance يبقى one over two times distance ما بينهم اللي هي fifteen over thirty five minus fourteen over thirty five وزي ما قلتلكم طالما خدنا الكبير مينس الصغير مش هنحتاج الأبسليوت بدأت اكوالز معانا fourteen over thirty five كلام ده plus one half هيبقى times one over thirty five الone half عبارة عن zero point five يعني كده بالضبط fourteen over thirty five plus zero point five times الone over thirty five اللي هي fourteen over thirty five plus ده كانوا divided الone يبقى zero point five over thirty five اللي هي fourteen point five over thirty five او ممكن من اول الخطوة دي اعمل كده fourteen over thirty five كلام ده plus one over seventy الكمون دينومياتور هيبقى عندي seventy seventy divided thirty five to two times fourteen to twenty eight كلام ده plus seventy divided seventy to one times one to one twenty nine over seven طبعا النمبر ده هو هو النمبر ده وما فيش اي مشكلة خالص لو استعملنا الكاركليتور في الدرس ده يلا نشوف اسألت التراي اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه بيساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق ودافون كاش على رقم اللي قدامكو على الشاشة اول حاجة نحدد مين هو الصغير سيكس تايمز سري تديني ايتين وعندي ايت تايمز فايف تديني فورتي يبقى هو ده النمبر الكبير يبقى حنشتغل على الصغير ده يبقى كده زي نمبر ايكولز هيبقى سري اوفر ايت كلام ده بلاس هافة ديستانس ونوفر تو تايمز هنا هيبقى فايف اوفر سيكس مينوس سري اوفر ال ايت ما بيش مشكلة في الدرس ده لو استعملنا الكاركليتور ده اللي هو هيكولز معانا سري اوفر ايت كلام ده بلاس ونوفر تو هيبقى تايمز الكمون دينو من ايتور ايه ال 6 وال 8 ها نعمل ايه ناخد الكبير ونشوف المالطبلز بتاعته اول مالطبل اللي لقيت كام 16 هل ال 16 ديفيزابل بايل 6 لا شوف المالطبل اللي بعد كده هيبقى 24 هل ال 24 ديفيزابل بايل 6 ايوة يبقى الكمون دينو من ايتور عندي is 24 طبعا انا شربت الابسليوت لان انا متأكد انه هيطلع بسطف فاليو 24 ديفيزابل 6 تديني 4 تايمز 5 تديني 20 الكلام دا مينوس 24 ديفيزابل 8 تديني 3 تايمز 3 تديني 9 بدا هيكوالز معانا 3 3 تايمز 8 تايمز 8 تايمز 8 تايمز 1 11 يديني 11 اللي هي 29 over 48 والمسألة دي اللي حب يعملها بالكالكوليترو من أول الخطوة دي مفيش مشكلة بس المهم اكتب لي القانون يلا مع بعضين اشوف اكزامبل سري بيقول لي هل المسألة دي زي المسألة اللي فاتت لا مختلفة هنا بيقولي الone third طيب هل النمبر اللي موجود عند الone third ينفع اقول ان انا هجيبه من الright او الlift لا مش هينفع ليه لان انا عندي النمبر حيختلف احنا لما كان المثال اللي فاتت النمبر موجود عند نص المسافة كان بيطلع معايا هو هو لو جبته من الصغير او من الكبير لكن انا في المسألة دي لو جيت قلت ان النمبر موجود بعد تلت المسافة من النمبر الصغير هيديني 4 ولو قلت ان النمبر موجود قبل تلت المسافة من النمبر الكبير هيديني 6 يبقى احنا هنا مش هينفع نجيب النمبر اللي هو عايزه الا لما هو يحددلي يعني ايه هو يحددلي يقول لي كده عايزين النمبر اللي موجود على بعد one third المسافة ما بين الtwo والeight from the sight of the smaller number يعني هو انا بيوضح لي بيقول لي انا عايز النمبر اللي موجود بعد تلت المسافة منين من النمبر الصغير في الحالة دي القانون بتاعنا هنقول كده النمبر from the sight of the smaller number equals اللي smaller number plus one third distance يعني هنقول كده زا نمبر مين عندي النمبر الصغير ال two هيبقى two plus one third الدستانس بتوين ال eight والتو اللي هي two plus one third times eight minus two by six ده يديني one ده يديني هنا two اللي هي هيبقى two plus two اللي هي كام اللي هي الفور المسألة طبعا هتختلف تماما لو قال لي from the sight of the greater number لان في الحالة دي حبدأ بالجريتر واشيل منه تلت المسافة توصلني للنمبر اللي هو عايزه يبقى هنقول كده زا نمبر مين هو لو بيسأل عنه نبدأ بالجريتر هيبقى eight المرات يبقى minus minus eight third distance one third الدستانس ما بين ال eight والتو اللي هي eight minus one third هيبقى times eight minus two six ده يديني one ده يديني two اللي هي eight minus two تديني كام تديني six يبقى النمبر عندي اختلف المرات المرات هيديني six لكن قبل كده اداني four طيب يلا نشوف اكزامبل four اكزامبل four بيقول لي find a rational number lying at one fourth of the way between negative one over six and negative one over three from the side of the smaller number يبقى أنا في الأول لازم أحدد the smaller number نعمل ايه عندي هنا two fractions اللي اتنين لهم نفس الايه النومياتور القاعدة بتقول لي ايه اللي ليه denominator صغير يبقى هو الايه يبقى هو الكبير ولكن أنا عندي ده negative وده negative يبقى ليعكس القاعدة اللي ليه denominator صغير هو الصغير يبقى اللي smaller number عندي is negative one over three يعني أنا هنا negative one third d is smaller than negative one over L6 طيب اللي مش هيعرفوا يتلغبط يعمل ايه يعملها بالكاكولاتور يقول اللي اتنين مينس بعض لو طلعت كما بوزطف يبقى اللي بادئ بيه هو الكبير لو طلعت كما negative يبقى اللي بادئ بيه هو الصغير يعني لو قلنا كده مثلا negative one over L3 الكلام ده هيبقى minus negative one over L6 وندوس اتلغبط الدني negative value طالما الدني negative يبقى أنا بادئ بالصغير تمام لكن لو قلنا negative one over six minus negative one over three هيديني positive one over six طالما الدني positive يبقى أنا بادئ بالكبير يلا نكمل المسألة يبقى زا number at one fourth of the way between negative one over six and negative one over three from the smaller number equals وممكن نقول زا number equals وخلاص نكتب النمبر الصغير negative one third هيبقى plus المرة دي يقوارتر بيقولي one fourth يبقى quarter distance distance عندي اللي هي negative one over six minus negative one over three كلام ده هيكوار لزي معنا negative one over three plus one over four هنا negative one over six هيبقى plus one over three والone over three هي هي كام two over six يعني أكد أني بقول negative one over six plus two over six اللي هي كام one over six واللي يتلغبط يعمل على الكالكوليتور كلام ده هيبقى times one over six اللي هي negative one over three plus one over twenty four الـ negative one over three هتبقى كام over twenty four السري علشان تبقى twenty four تعمل لها times eight يبقى نعمل one times eight تديني eight الكلام ده هيبقى plus one over twenty four اللي هي negative seven over twenty four هيبقى thirty five يلا thirty five divided five تديني seven times two fourteen thirty five divided seven تديني five times four تديني كام تديني يبقى النمبر ده is smaller than النمبر ده هو عايزنا نجيب النمبر اللي موجود على one five المسافة ما بينهم من الصايد بتاع الجريتر number يبقى ابدأ بالجريتر هقول كده the number is or the number equals من الجريتر twenty over thirty five الكلام ده هيبقى minus one fifth times ما بينهم اللي هي twenty over thirty five مش حعمل بقى دول لانا كده كده هحتاج اجيب كومان ديني مين اتر كلام ده هيبقى minus fourteen over thirty five اللي هي twenty over thirty five minus one five اللي هيبقى twenty minus four ديني six يبقى six over thirty five انا بعد كده هعمل عملية subtraction علشان ما نحتاج نجيب common denominator ممكن six over five اشوف كومنتها هتبقى كام يعني نعمل على الكل six divided five equals sd تديني one point two احط النمبر ده فوق يعني اكدنها هتقوال زي معي كده twenty over thirty five minus one point two divided cam divided thirty five يبقى كده انا محتاج اجيب common denominator كلام ده هيديني كام كلام ده هيديني eighteen point eight over thirty five ويبقى انا كده حلت المسألة حل مظبوط طيب اللي هيجيب common denominator ويكمل هيعمل ايه هيقول كده common denominator هيبقى three times thirty five اللي one hundred seventy five one hundred seventy five divided thirty five هتديني five times twenty يديني hundred كلام ده هيبقى minus five times thirty five one hundred seventy five يبقى one hundred seventy five divided one hundred seventy five one times six يبقى ده هيقوال معنا ninety four divided كام one hundred seventy five هنلاقي ان هي هي نفس النمبر ده وممكن واحد على طول يعملها بالكالكوليترو من أول الخطوة دي يقول كده twenty divided thirty five الكلام ده minus يقول كده one divided five times six divided thirty five equals اداني ninety four over one hundred seventy five مفيش مشكلة يعني لو من أول الخطوة دي وعملنا على calc و ادتني final answer مفيش أي مشكلة خالص لأن الدرس ده احنا مش عزين نتعلم فيه addition and subtraction and subtraction and subtraction and subtraction ونطلع value موجودة في نقطة معينة فالدرس ده مسموح ان استعمل فيه calc وبكده احنا وصلنا لنهاية lesson five زي ما انتو شايفين الليسون سهل جدا سنعوض فيه يا رب افهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق ان شاء الله شكرا